احنا صرنا غير قادرين على اداء رسالتنا على اكمل وجه يعني احنا اصحاب رسالة وعندنا امانة وصلنا لوضعية غير قادرين على اتمامي مهامنا نظرا لعدم تمكيننا من نقلق واضافة الى المعانات الصحية والاجتماعية بش نعطيك بعض المعطيات يعني عندنا الجمعية الوطنية للتعليم عندنا زميل الدهماني عامل بعض الاحصائيات يعني من عينة مثلا 367 اوستاذة 2018 حالة طلاق من بين او في الفترة الممتدة ما بين اخر جوان 2017 تقريبا الى حدود 2019 تقريبا 907 حالة وفاة لأساذة بجلطات بحوادث مرور في سياراتهم الشخصية هما يتنقلوا لأداء واجبهم سمحك يا قستالي ما هو سبب عدم الموافقة على المطلب النقلة اللي تقدمتوا به ويني وزارة اتادي سبب عدم الموافقة احنا نتساءل مثلكم يعني لا الوزارة نظرتنا في الاشكال هذي ولا نقابتنا اللي احنا منظوريها والمفروض تدافع علينا لا تذكرنا في تحركاتها ولا هي يعطيتنا اي اعتبار نمشي ولها تحبطنا بدل ان تعطينا الامل تقول لنا انت او استاذ تربية تشكيلية قبل 18 سنوات صعب كيان باش تنقل انت او استاذ ايطاليا ما قالش من 13 سنوات باش تنقل يعني واحد اخر يقول لك انت لتولا ايست يا اخي واحد اخر يقول لك يعني هل انتم التحركات متاعكم يا اخي تصير معناها بصفة ذاتية ولا انتم منظونة تحت اتحاد اتحاد الشهر هي مبادرة شخصية ما بين مجموعة من الاساذة وقعدة تكبر بدأت بزوز من الناس انا وصديقتي هذار من قريب في قفصة ثم وصعنا الفريق بوساء الاتصال الحديثة يعني تو تقريبا في التنسيقية فيها اكثر من 1300 استاذ نعم اهم البطل لكن فيما يخص قلت لي انه هل انتم مدعومين نحن هي مبادرة شخصية الى الان لم تصلنا اي مسانده رغم انه بعثنا احنا للاتحاد لسيد نور الدين الطبوبي يعني مراسلات الى الان لم يصلنا اي رد بصراحة لم نراجع نقابتنا لانه كل عام نمشي ولها ولم تسمع مطالبنا وما عندش حلول هي مش ما عندش حلول احنا عنا مقترحات حلول والسيد المتفقدين عندهم مقترحات حلول ينجموا مبعاظنا اليد في اليد نقوم بحلحلة هذه الازمة لكن هناك عدم نية لحلحلة هذه الازمة بل يمكن ثم ما تواطئ للمتاجره باماكننا وبالشغورات نعم اول تحرك قمت به كان نهار 14 اكتوبر كنا قابلنا يعني مشينا ممثلين عن التنسيقية العدد ما كانش كبير برشا اتفقنا انه نعلم وزارتنا باشكاليتنا قلنا نعلموها نعطيوها مقترحات مش ودة لمقترحات حلول وقلنا لها سنطورها اعطيناهم لا كونتاك ولا مجيب الى حد الان راجعنا الوزارة يوم 29 اكتوبر باحتجاج يعني وطنيجة واسادة من مختلف الولايات ثم كان احتجاج صفاقص يوم 1 نوفمبر يعني تقريبا هذه التحركات واحنا بصدد يعني الاتصال بمختلف المنظمات والجامعيات الحقوقية وكل من له سلطة او امكانية حل حالة الازمة هذية لتتظافر الجهود لنخرج بحلول انتم كنتم انضيتم على الاتفاقات العمل في كيب التراب الجمهورية ولكن لمدة عامينة كهو لنك مراعكم بعد كان تلقاوا رواحكم في 13 سنة و14 سنة لو كانت توضح لنا النقطة هذية هو بصراحة العمل الدوري عنده مفهوم واحنا نحبه اعادة النظر فيه يعني احنا حتى في تعريف العمل الدوري ديما تم اشكاليات تم اللي عارفوا انه العمل في الريف واللي يخرج خارج ولايته ثم يقول لك عمل دوري ثم يقول لك لا مش عمل دوري احنا العمل الدوري بالنسبة لنا هو واجب وطني على كل مدرس واحنا كنا قبلنا بالواجب هذية بكل رحابة صدر ولكن المدة طالت طالت بدون سقف وهوني المشكل قديش طالت؟ هاني قلت لك بدون سقف تخدم في المهموتة ما تعرش وقت يش بشتنقل ما ثميش حتى حاجة اللي تبين لك او توضح رؤية النقل ليس هناك قانون يحمينا نريد حقيقة قانون يحمينا يحدد قانون للعمل الدوري واعادة النظر فيه وعننا مقترحات في ذلك توكين تحب فيما بعد نحكيو على بعض المقترحات خلينا قبل ما نحكيو على المقترحات نشوفوا المنحة معني أنتم لا تتمتعون بالمنحة البنحة السكن محلى منحة التنقل سيدة الكريمة الأستاذ الذي يشتغل بجانب منزله يتقاضى نفس أجر الأستاذ الذي يتنقل بالمية ومية وخمسين وميتين وتلاثمية واربعمية وخمسمائة كيلومتر يعني لا يتمتع بمنحة تنقل لا منحة سكن يعني نشتغل بنصف مرتب ونصف المرتب الآخر اللي هو فاضلنا نصرفه في الأدوية في عيادات الطباء النفس والظهر احنا وصغرنا وكان مش والدينا زادة لأنه حتى والدينا اتضروا من الحكاية والله مرضى أعظم منه نعم إذن ستقومون بالاتصال هذه الحركة القادمة ولا قمتم بالاتصال بالمنظمات الحقوقية وقمتم بالاتصال بهم نعم قمنا ولازلنا بصدد الاتصالات نشكر أنا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الأنسان لمساندتهم وهم وعدونا أنه بشكونوا معانا في كل تحركاتنا أيضا نساء الديمقراطيات ثم بعض المنظمات إلى الآن لم ننصق مع بعض اجتماعات نحن مديني دينا للناس الكل واللي سمعنا من منبر هذية ماذا بينا يتصل بينا ونتحارم بعضنا لإيجاد الخلود نعم إذن الجهة المسؤولة عن هذا الوضع والله أنا برأي أنها سياسة دولة ووزارة ونقابة كلهم متشاركين في الحكاية هذه وينجموا مع بعضهم ومع بعضنا ومع السيد المتفقدين ومع الحقوقيين والمشرعين بإمكاننا حلحلة الأزمة فعليا طيب فعليا كيفاش فعليا احنا عنا تقريبا ثلاثة مقترحات نعم رئيسية اولها وهو ما يضمن الشفافية ومبدأ المساواة والأنصاف ومبدأ العدالة ما بين الأساذة اولها اعلان او احداث منصة رقمية فيها كل المعطيات عن الاساتذة عن المؤسسات عن المندوبيات عن الشغورات عن حركة النقل والشغورات التي يجب ان يتم الاعلان عنها مسبقا وقبل الحركات الوطنية حتى يختار الاستاذ الاماكن التي يمكن ان تحسن في وضعيته هذا اضافة انه يجب ان تكون الشغورات معلن عليها مسبقا كما قلت المعذرة ثم نقطه ثانية هو يجب تحيين دوري لذلك تحيين هذه الشغورات تحيين هذه المعطيات وتولي ثم قائمة يولي كل واحد عنده رتبه ويعرف تقريبا وقت يش بش ينقل بش ينجم برمجة حياته يعرس ينجم يعرس ينجم يجيب صغار ينجم يكمل حياته البحثية ينجم الى اخيره يعني هي تمتع بحياة مستقرة وبحقوق المواطن العادي نعم الممثلة عن تنسيقية السادثة حقي في النقل قبل الختام نخلي لكلمة الختام المعذرة انا لم اكمل بقية المقترحات نطالب بتسقيف العمل خارج الولاية الاصلية بخمس سنوات على اقصى تقدير التعينات الجديدة مثل تعينات كباس دوميل دي سات وتسوية وضعيات النواب 16000 النايب اللي بش تصير من مفروض تتسوى وضعياتنا قبل تسوية وضعياتهم وتتم نقلتنا قبل تعيينهم حتى كنت تعيينوا اعادة النظر في ذلك لاننا الاحق نحن الاحق طال انتظارنا للشغورات ومدام ثم شغورات يجب ان نتمتع نحن من انتظرناها طويلا ثالث شيء نطالب بالغاء حركات النقل وتطبقها واحدة اللي هي حركة وطنية تجمع ما بين حركة النقل الكل مع مع اعادة النظر في المعايير نجمو نحكي فيها في لقاءات اخرى باكثر تفصيل والتي تكون على اساس الاقدمية والكيلومترات الى اخرين وبش نعطي توصية رجاء رجاء انسنت القانون للاساذ المبعدين رعيهم في الجداول الاستاذ المديرين ثم شكون يشتهد حقيقا وثم شكون ميرعيش ظروف الاستاذ يعني الاستاذ اذا كان حاول انك تجمع له ساعات العمل بايام متتالية حتى يكون بامكانه الالتحاق باعائلتي عنده اطفال مثلا مش شكون يتلها لا بماكلتهم ولا بقريتهم ولا بتقطيرهم يكبروا وما نشوفوش فيهم يمشيوا الاول نهار في الدراسة وما نراه وهمش واحنا نقديوا في الواجب متاعنا يعني رجاء رجاء انسنت القانون ومراعاتنا لنتمكن بالتمتع بولو ايام قليلة في الاسبوع مع العائلة شكرا الممثلة عن تنسيقية اساديدة حقي في النقلة ابتسام بو عزيز شكرا جزيلا لك وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوينة وزير الداخلية يؤكد جاهزية الوحدات الامنية لتأمين الاحتفال بالمولد النبوي الشريف غضب في صفوف الاساديدة المبعدين عن ولاياتهم الاصلية الاحتجاجات تتواصل بلبنان والعراق والجزائر شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 في فقرة البخدوية الاسماني لكي نكون حاضر معكم بكيف العادة نحاولوا في كل مرة نجيب لكم ديب خدوية ثم تحتاجوهم وتلوجوا عليهم مما ما نحبكم ليس تلوجوا بعيدا نحن ديما باش نجيب لكم ديب خدوية لحد عندكم ونقدموهم وهكاكا متبتقاوا إن شاء الله كل الحاجات التي تحبوهم وتحتاجوهم معنا في البخدوية الاسماني الجمعة هذه كما قاعدين تشوفوا معي أعزائي المشاهدين جبنا لكم كويت كويت مزينة برشا ويقول قاعد الكويت إدعمت وشتاجة واللوجة عطفة والركشة وخرجها من جو الصيف والسخنة الكويت التي حاضرة معنا للمرة هذه كويت انفوليستاح كويت دوبل بلاس المتخاج متاحها 220 على 240 يعني كبيرة وتكفي وتوفي للي يتنوم كبيرة بانشوق دو بلاس وليلي زادة يحب هكا يتلافلف بكله ويركش بكله في وصل الكويت يقولوا تكفي وتوفيك هكذا وتدفي بالكداء بالكداء الكويت التي حاضرة معنا أعزائي المشاهدين فيها نيزا يصرح لها أنها دوبل فاس ما معنى دوبل فاس؟ معنى تشتلقى فيها دوبل كولور عندك تشتلقى المارولولا كولور كما حاضرة معي اليوم كما قاعدين تشوفوا الكولور روز تنجموا تفرشها على الكولور الروز وتنجموا زادة تبادلوا قليلا في بيت النوم أعزائي المشاهدين الكويت التي حاضرة معي تقول الكولور غري يعني تنجموا هنا تفرشوا الروز وتنجموا من غدوة تبادلوا على الغري يعني لا تحتاجوا لكي تبادلوا برشاقتها عامكم قطعة واحدة تبادلوا بيع الكولور لا تحبون تشتلقوا كل واحدة فيها دوبل كولور وكي تنجموا تلونوا على راحت ترى تبادلوا لدكوروراتكم أعزائي المشاهدين الكويت التي حاضرة معي اليوم كما قلت لكم بوليستير دوبل بلاس زادة لتبادلوا معها الزوز مخادد متاحة كما هي شوحدها لكي تكونوا هكذا كل شيء منسق المخادد متاحة اللي هما 70 على 50 المتخاج متاحة لذلك حاجة مزيانة كما قاعدين تشوفوا ننصحكم بالكويت هذه أعزائي الوشيدين بالنسبة للنساء اللي تلوش دول الشتيش من وشي تطلع